قل للذي يكنز الأموال فوق الأموال حتى تصيرك التلال هل تبقى للأموال أو تبقى الأموال لك ستموت وتتركها للورثة ثم يموت الوارثون ويرثهم جيل جديد حتى يموت الجميع ويرثهم الله الوارث والوارث هو الذي يريث الخلائق ويبقى بعد فنائهم فالله عز وجل وارث الخلق أجمعين لأنه الباقي بعدهم وهم الفانون فيرجع ما كان ملك العباد إليه وحده لا شريك له والوارث هو الباقي بعد فناء الخلق والمسترد أملاكهم وموارثهم بعد موتهم ولم يزل الله باقيا مالكا لأصول الأشياء كلها يورثها من يشاء ويستخلف فيها من أحب وربنا جل ثناؤه بهذه الصفة لأنه يبقى بعد ذهاب الملاك الذين أمتعهم في هذه الدنيا بما آتاهم لأن وجودهم ووجود الأملاك كان به ووجوده ليس بغيره قال تعالى وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون أي ونحن نرث الأرض ومن عليها بأن نميت جميعهم فلا يبقى حي سوانا إذا جاء ذلك الأجل فمن علم أن الله هو الوارث اكتفى من الدنيا بالقليل وتصدق بالكثير قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت ومن علم أن الله هو الوارث أقبل على الآخرة واستعد للقاء الله قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل ومن علم أن الله هو الوارث لم يغتر بالدنيا ولم يركن إليها لأنها فانية والآخرة هي الباقية قال تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ترجمة نانسي قنقر